خرجت من المنزل لتدخل شقيقها قبل أن تهاجمه الكلاب السائبة فكانت هي الضحية لهذا الهجوم كلب مسعور ينهي حياة طفلة موصلية بعد هجوم بشع تعرضت له مما أدى إلى إصابتها بداء الكلب وتوفيت على إثر ذلك بنت أخوة طلعت على الباب أخوها بالشارع راح تهجيبه مع ما طلعت كرب هجم عليها وعظها من وجهها ومن رأسها تعرف كرب وهجم على طفل تقول عائلة الطفلة أنها لم تحصل على اللقاحات بشكل كامل خلال فترة إصابتها وصحة نينوى تكشف عن عجز بكمية اللقاحات المتوفرة يقابله ارتفاع بأعداد الإصابات فقد أصبح معدل الإصابات شهريا في المحافظة يصل إلى 300 إصابة سببها هجمات الكلاب السائبة طبعا ما نستطيع لقلة الكمية أنه نضع لكل مريض أدة لقاحات على جنب في اليوم الذي يحتاجه يكون متوفر طبعا أعداد العضة الكلاب يعني يتجاوز 300 حالة شهريا شوارع لا يستطيع أحد المرور بها وأحياء تسيطر عليها مجامع الكلاب أثناء الليل والحكومة المحلية تعد بالحلول ولا تفي بها ويدفع المواطن الثمن كل يوم يتعرض مواطن لهجوم وسعيد الحظ من يجد لنفسه لقاحا حتى لا يكون مصيره مثل مصير هذه الطفلة المتوفية حسنا تطلع الشوارع أطلع الأرصفة طبعا ما ما يشوفون راكبين سيارات مضللة وإذا عنده طفل بالجامعة شالوا ودهوا له هناك وإذا عنده بالمدرسة الابتدائية شالوا ودهوا على المدرسة ما يدلوا شاكوا يوم حتى الكبار دي يخافون أن يمشون بالشوارع ما هي حتى الكبار دي خوفوا مالية الأرصفة حتى بالمستشفعات موجودة وتقدر إدارة البيطرة عدد الكلاب السائبة بعشرات الآلاف وتقول أنها تحتاج إلى مخصصات مالية من أجل مكافحتها أو إنشاء محمية لها من الموصر محمود الجماسة قناة التغيير